المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري مبادرة حياة كريمة ده شيء عظيم جدا لما النهاردة بننزل ونصور تقرير ونشوف الناس حياتها كانت فين وبقت فين وده بالمناسبة حقهم على البلد يعني لو كان لسبب او لاخر لعقود طويلة وحكومات طويلة ما كانتش بتبص الى هؤلاء الناس ولكن الحمد لله الحال اتغير ناس بيوتهم ما كانش لها سقف بقى فيه سقف ما كانش فيه مية كانوا بيستنوا يروحوا يمشوا بالجراكن لمسافات بعيدة عشان ياخدوا من مصورة مية ما بقاش الكلام ده ما كانش فيه صرف صحي الناس كانت عايشة فيه اماكن تكثر فيها الاوبئة في اماكن كتير وفي قرى نائية كتير صرف صحي ما كانش موجود كان الناس انا اسف كان فيه فكرة الترنشاط وتنسع الترنشاط والنزح كان وضع الحقيقة وكان في قرى كتير ده 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 في مصر وفي ريف مصر وفي صعيد مصر وكانت حتى مياه الشرب صعبة ومتهلكة المواسير القديمة اللي كانت بتجيب للناس امراض ولكن بيتغير الحال الحمد لله مبادرة عظيمة بتستهدف اكتر من نص المصريين احنا بدورنا نزلنا لازم ننقل لحضراتكم الصورة على الارض عاملة ازاي الحال كان ايه وبقى ايه الواقع عامل ازاي تعالوا نشوف ونشوف احدى هذه القرى الحال ازاي فيها اتغير نزلنا محافظة البحيرة تعالوا نشوف في قرية المهدية تحديدا روحنا لتلات اصر قضينا هناك يوم شوفنا الناس حياتها اتغيرت ازاي الزملاء سألوهم كانت كنتوا فين وبقيتوا فين ايه الخدمات اللي بقت موجودة الحقيقة قالوا كلام ومي جدا في التقارير لحضراتكم هتشوفوه دلوقتي ولسه هنقشهم برضو كمان على الهواء مباشرة مع حضراتكم مبروك عبدالجواد ست مصرية اصيلة عيشة بقرية المهدية بمحافظة البحيرة رب التلاتة من اولاد جزها بعد ظروف معيشية كانت صعبة بعد وفاته حلمت انها ترفع كفاءة بيتها واتطوروا وان الميا توصلوا احنا من الاول طبعا بيتنا ما كانش متزبط كان كده معبول كده على الاسمانته خلاص وكان يعني على جده فجلنا ناس في مرة كده لانهم جايين فشوفوا البيت مرة واتنين وبصوا على البيت وبعدها هم عرفوا قصلا العيل طبعا يتامة ويستهروا مثلا من المساعدة وكده فجنبجة بعدها كنا شكل لحاتم اللي هم بتوع حياة كريمة الحياة وصلت لبيت الست مبروكة بعد ما المبادرة الرئاسية حياة كريمة ما رفعت كفاءة بيتها وطورته وكمان وصلت الميا لبيتها بعد ما غابت عنه سنين طويلة هي حياة كريمة دي عملت كل حاجة حلمة صراحة الله يبرك لهم يعني جملك عالبيت يعني سلمولنا عن مبتاح كل حاجة حلوة في البيت عملتها يعني وخذوا البيت كده يعني جملك ايه فخلوا كل حاجة فيه حلوة بعد ما يوموا تموموا انهم هيعملوا البيت خدوهم الحارة خدوه سراميك وضبوه البيبان كانت تعبانة غيروا البيبان خالص شالوها جابوا البيبان جديدة وشبابات جديدة الكهرباء نفس الكهرباء شالوها غيروها الكهرباء اللي هم دي كون لها والدولات والحاجات دي كون لها هم اللي جووها على بعض خطوات من بيت الست مبروكة وصلنا لبيت أيسم عبد العال واحد من اللي مبضرت حياة كريمة غيرت حياته بعد ما رفعت كفاءة بيته وعملت سقف لحمايته هو وأطفاله الثلاثة طبعا فيه اختلاف جميل ما توب أنت أسن قاعد بيت عقده صوش البيت زي كده تمام حاله تفرح طبعا أنت قاعد بقده مستمين عالجا قاعد بيت مضيف خاف منهم من وغزة حالتهش عليهم في السقف ولا حشرة ولا حاجة ما أنت بقده في اختلاف أنت أوجد عالجا في بيت مبوض إن كان مثلا بيئة عليه شوية حشرة في السقف نزل عليك دعلي هو ينام وتخاف عنه أنا كشوية أيام بتوضم بالليل شوية بص على العيد بالليل تتمن عليهم بعد كده ما أنت بغا ما تطمئن قاعد تروح وبتيجي ما بتدورش عليهم ما بعد ما نضيف تمام تمام حياة كريمة مش مجرد مشروع قومي بيرفع كفاءة بيت أو بيوصل ميا لناس اتحرمت منها سنين حياة كريمة بيوفر ظروف مناسبة لأسرة تعيش حياة مستقرة وكريمة من مصر محمد الجباس شكرا جزيلا يا محمد على التقرير الجميل ده واللقاءات الجميلة ومعانا دلوقتي مشرفانا الحجة مبروكة عبد الجواد كانت معانا دلوقتي في التقرير من قرية المهدية يا ساتة مبروكة أهلا وسهلا بيكي مشرفانا مرحب بيك أهلا وسهلا حضرتك منورنا والله الله يخليكي ده أنتو اللي أسعى منورنا ومشرفنا الله يخليكي حاجة مبروكة بص انتكلمت في التقرير معزميننا محمد قلت الوضع دلوقتي عامل إزاي ولكن قوللنا الأول قبل ما مبادرة حياة كريمة تدخل والبيت يتطور كانت الحياة عاملة إزاي كانت الكهرباء عاملة إزاي كنتم بيجيبوا ميا منين البيت كان حالو عامل إزاي الأول يا حاجة مبروكة يعني كنا عايشين حياة بسيطة متوضعة يعني عايشين كده حياة عادية كنا بنجيب المياة عند جراننا ما كانش في مياة عندك فالحنفيات يعني حياتنا تغيرت ما كانش في مياة طب والصرف الصحي ما كانش في مياة كان في صرف صحي والصرف الصحي وغيرونا الموسير غيرونا الموسير بتاعت المياة قبلنا مياة كويسة بقيت في صرف آه يعني ماشيين في المشروع بتاع الصرف ده الكهربا كانت شغالة ولا مشغالة ولا كان بتقطع لا الكهربا كانت عاديا كده اه لا كانت بتقطع دلوقتي الكهربا كويسة مية مية والمية مية مية والبيت والحياة وغيروا حياتنا يعني الحمد لله عملو لكم مستشفى جابوكم حاجة مبروكة عشان تروحي بقى تستفدي من المبادرات بتاعت المرأة المصرية تطمني على صحتك قوليلي بقى فيه مستشفى جابوكم في المهدي اه عمير المستشفى اه عمير المستشفى ومدرسة ما شاء الله حلوة المستشفى روحتيها مستشفى كانت عادية يعني اه وضبوها اه المستشفى اه رحت المستشفى نعم رحت هناك للدكاترة هناك اه رأيك ايه اه رحت اه يعني ناس كويسين ومستشفى كويسة ومدرسة تمام تمام و والحقيقة الغيرت عندنا في المهدية هنا وبجت الحمد لله مية مية الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب الناس لما جم يطوروا لكم البيت وقال لكم احنا حقا كريمة وجايين نطور البيت بتاعك حاجة مبروكة كنت متخيلا ان البيت هيبقى بالمنظر ما شاء الله ربنا يبركلكم اللي احنا شايفينه ده لا صراحة انا ما كنت في الاول خلص ما كنتش مصدقة والله بجد ما كنتش مصدقة وبعدين قلت بيتحكوا علي دول ولا ايه و هياخدوا البيت اه ما كنتش مصدقة والله هما جم مرتين ثلاثة كده ما كنتش مصدقة انا هيعملونا كده يعني اه وبعدين عملونا البيت بيت بقى تمام ومية مية و وعملونا كل حاجة في البيت يعني سلمونا البيت كده على المفتاح دفعت فلوس؟ من لبان من شبابيك من اه لا لا ما دفعناش فلوس خالص؟ لا ما دفعناش حاجة ده هم عاملين كل حاجة ممم ما شاء الله وجرانك رأيهم ايه؟ عملونا كل حاجة صراحة يعني استهد ونشكر رشادك الريس على مبادرة الحياة كريمة ديته الله يبارك لك ده خلوا الريف المصري بصراحة يعني كويس و اه و حياتنا تغيرت وبجده الحمد لله مية مية وعيشنا زي البن قدمين كويسين ست انت ست وامنا على رأسنا جميع الحقيقة يعني والحياة يعني خليني برضو ان انا اشكر حضرتك على الدور اللي انت قمت بيه وانك ربيتي اولاد زوجك بعد اه وفاته الله يرحمه وتحملت المسئولية الله يبارك لك مهم الحقيقة والله وهي 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 دي الست المصرية الاصيلة الحقيقة يعني اللي في المواقف والازمات بيظهر بعدنا الله يبارك لك وخليك ما انت ولادنا كلك برضو يا ربي يبارك لك يا ام كانوا الاول واما صغرين بقى في المدارس كانوا بيروحوا مدارس بعيدة قبل ما تتبني المدرسة القريبة في المبادرة اه كانوا بروحوا مدرسة بعيدة دورو اخذوا بكت المدرسة فرحنا والمشتشفة فرحنا الحمد الله وبكت حياتنا مية مية عشرة على عشرة والحمد لله بصراحة بنشكر سيفة الريس اللي هو وسيفة المحافظة برضو مشكورا والهيئة الانجلية برضو برضو مية مية لها دور كبير وبصراحة كويسين كلهم حسن الناس مستيبينكو يعني اللي هم مستيبيننا ده هم ده هم اولادنا ده هم كلهم بركة حتى العاملين وحتى المهندزين المهندز رفعة والمهندز قسانة كانوا يجوا اه المهندز رفعة يعني زي ما كونوا بيعملوا بيوتهم ومش بيعملوا بيت نحن زي ما كونوا بيشتغلوا بيوتهم مش حاسة ان هم موظفين وجايين يعملوا وظيفة ويقضوا وظيفة انتي حاسة ان هم كانون بيبنوا بيوتهم يعني لا لا مش حاسة ده هم لا لا بيبنوا بيوتهم ده لولادنا انه كنت حاسة من امولادي مش بيجين يعملنوا البيت ويمشوا لا لا وعملنوا كل حاجة حلوة بصراحة والله يبرك لهم وخليهم طب احنا برضو شايفين جدانك الاستاذ ايسم ومشاء الله عنده اطفال صغيرين وحتى كان بيقول ان دلوقتي وهم نطمن لان في سقف وفي بيت امن يقدر يسيب زوجته ويسيب بناته ويخرج ويشوف اكل عيشه قد كده الحياة الاول كانت صعبة وما كانش امان اه بجينا نخرج اه كانت الحياة صعبة ما كانش في امان وكنا بنبقى خايفين على اولادنا وكده بنبقى يعني خايفين اللي بلوحدة الان وكده يعني تخايف عليهم من اي حاجة حشرات حاجة تدخل كده يبقى لوحدة برضو الان كان في حاجات بتدخل يعني اه بجت الحياة مية مية اه يعني بس احنا كنا حلوين شوي اه يا رب يحميكم يا رب يحميكم ويحفظكم الحمد لله يعني بجت حياتنا كريمة الحمد لله تستحقي تستحقي يا حاجة مبروكة انت واهل المهدية الكرام وكل قرى مصر اللي دخلت مبادرة حياة كريمة فمرة تانية انت ست مبروكة يا حاجة مبروكة ويقولك الف مبروكة على البيت الجميل ده ومفتوح دايما بحسك يعني الله يحفظك الله يحفظك شكرا جزيلا الحاجة مبروكة عبد الجوان شكرا جزيلا ليكي طيب هي دي الست المصرية الحقيقة هي دي الست المصرية لوقت الازمات ووقت الشدائد هي اللي بيتشيل البيت رغم ظروف الصعبة والبيت الصعبة اللي كتعايشة فيه وظروف الحياة اللي احتمالها انت سابت قولك كان بيدخل علينا حاجات احنا شفنا حاجات فيه الاصمارات واحنا بتتكلم مع الناس اللي انتقلت الى السكن البديل جاء من منشأة ناصر والدويق او من بطن البقرة ومن اماكن كتير جدا يعني فيه وحاق اماكن كتير لما بيقولك احنا ما كناش بنقدر زمان نخرج من بيتنا او نسيب ولادنا يلعبوا في منشأة ناصر كده عند الجبل او في بطن البقرة او حاجة من العقارب والتعبين اللي كانت بتطلع كناش بنقدر نأمن عليهم من المشاكل اللي كنا بنشوفها والمخاطر اللي كنا بنشوفها دلوقتي بدأوا الحمد لله يخرجوا يتعاملوا يتعايشوا ولادهم يلعبوا رياضة يروحوا الملاعب يمرسوا رياضة يروحوا مدارس الستات تنزل تشتغل في مشغل تكسب من المشغل المعمول جوه الاصمارات المشاريع اللي بتقام فيه حياة كريمة دي حاجات على الارض دي حاجات على الارض اي واحد فينا هيقدر ياخد عربيته وينزل يتفرج يشوف في الناس دي حياتها اختلفت اتنقلت من فين لفين كانت فين وبقت فين ولكن هي دي ارجع تاني الست مبروكة هي دي الست المصرية الاصيدة رغم كل الصعوبات دي وكل التحديات دي اللي ممكن رجالها ما يقدروش يتحملوها ويزهقوا ويكلوا ويملوا ويهجوا ولكن الست دي وقفت وربت ولاد زوجها بعد ما زوجها مات تحملت تلاتة لغاية لما كبرتهم تليها طبعا كل التحية والتقدير عشان كده المرأة المصرية يعني في حباب العين